ناقش محافظ محافظة الاحجل واروك نحمد عبدالله تركي مع ممثل مكتب الأمام المتحدة لخدمات المشاريع اليونبوس بالعاصمة المؤقتة عدن المهندس رمسيس يونس ناقش معه إمكانية تنفيذ المكتب لمشروع تركيب منظومة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية لمدرسة الفاروق الثانوية للبنين بمدينة الحوطة وخلال اللقاءاتنا المحافظة التركية على المشروعات الانمائية التي ينفذها مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع اليونبوس في شتى القطعات الخدمية